رأس وكيل وزارة الصحة العامة والسكانة الدكتور علي الوليدي بالعاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الفني المشترك القطاعات والوزارات ذات العلاقة بالصحة وفريق مراجعة وإعداد نموذج الرعاية الصحية الأولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمات الصحة العالمية وفي الاجتماع أكد الدكتور الوليدي أهمية العمل القطاعي في تحديد جملة المشكلات في منظومة الخدمات الصحية وكيفية سياغة الحلول الناجعة لمجمل المشكلات وتحديات من جانبه استعرض مدير إدارة النظم الصحية بالمكتب الإقليمي جملة من الإجراءات والآليات المطلوبة لإعادة هيكلة وتشكيل رعاية صحية يمنية تهدف إلى الحصول على نظام صحي والربط بين القطاعات والصحة من خلال مسار التنمية والعمل على إيجاد نظام صحي يساعد على تعزيز جودة الحياة ويشمل المحددات الاجتماعية والتعددية القطاعية وسياغة منهجية تطوير النظام الصحي من خلال تقديم النظام الصحي الراهن ومراجعة الوضع وإعادة سياغة النظام وفقا لذلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة